بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير كيف يؤثر الصيام على فيروس كورونا؟ نشرت الدكتورة سو بيدرسون في مطلع هذا العام مقالا بعنوان هل سيكون العام 2020 هو عام الصيام؟ تقول هذه الدكتورة إن وسائل الإعلام العالمية اليوم تتحدث بشكل مكثف عن الصيام المتقطع والصيام المتقطع أن تمتنع عن الطعام والشراب لمدة بحدود 16 ساعة كل يوم فقد أثبت هذا النظام قدرته على علاج الالتهابات بطريقة غريبة جدا وكذلك هذا النظام عالج الكثير من الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وصولا إلى السرطان ولكن السؤال كيف يؤثر الصيام على الإصابة بفيروس كورونا؟ البروفيسور يوهان جياسكي أحد أشهر المتخصصين في الأمراض المعدية وعلم الأوبئة وهو عضو مجموعة كوفيد 19 في معهد كارولينسكا السويدي والمسؤول عن متابعة تطورات فيروس كورونا المستجد يقول في لقاء له على الإذاعة السويدية بتاريخ 22-4-2020 بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة لا توجد أي دلاء العلمية بتاتا على أن جفاف الحلق يزيد من خطر الإصابة بالفيروس يتابع البروفيسور قوله أكاد أجزم بأن الصيام يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا لأن الرطوبة هي التي توفر البيئة المناسبة لاحتضان الأغشية المخاطية لفيروس كورونا وأعتقد أن خطر انتقال العدوى ينخفض أثناء الصوم لأن الصوم يرفع النظام المناعي للجسم ولكن هذا البروفيسور ينصح الصائمين بضرورة مضمضة الفم عدة مرات كل يوم كما ينصح الأطباء بتنظيف الأجزاء المكشوفة مثل اليدين والوجه والأنف عدة مرات كل يوم للوقاية من فيروس كورونا بكلمة أخرى هذا هو الوضوء الذي أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام ولكن ماذا عن المرضى؟ هل يستفيدون من الصيام؟ جامعة ييل اهتمت مؤخرا بالصيام فقامت بدراسة نشرت في مجلة الخلية بتاريخ 8-9-2016 وجدت أن البشر والحيوانات على حد سواء عندما يصابون بالأمراض يفقدون الشهية للطعام بشكل طبيعي وهذا يعتبر رد فعل تلقائي للجسم وإشارة طبيعية إلى ضرورة ممارسة الصيام أثناء المرض يعني جسمك يطلب الصيام أثناء المرض وأثبتت التجربة أن بعض الأمراض شفيت تماما بمجرد ممارسة الصيام أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة وأمراض مزمنة والمصابون بفيروس كورونا فقد يحتاجون تحت إشراف طبي لتناول جرعات من الماء الدافئ وبعض الأدوية والأغذية يمكن أن يمارسوا الصيام ولكن تحت إشراف طبي هؤلاء رخص الله لهم عندما قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالقرآن أحبة يتفق تماما مع الطب الحديث بالنسبة للمريض لديه رخصة الإفطار بالنسبة للصحيح ينبغي عليه أن يصوم لكي يستفيد من فوائد هذا الصوم البروفيسور مارك ماتسون من جامعة جون هوبكينز والمتخصص بعلم الأعصاب اكتشف في بحثه الذي نشر مؤخرا في مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن بتاريخ 26-12-2019 اكتشف أن الصيام يقلل بشكل كبير من الالتهابات ويقول في بحثه أن الصيام يعالج مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية مثل آلام المفاصل، مشاكل الرئتين والربو ويزيل السموم ويقلل خطر الإصابة بالسرطان بل يحسن وظائف الدماغ دراسات هذا البروفيسور على مدى 25 عاما كشفت أن الصيام يجبر الدماغ على إفراز بروتين نادر ومهم لصحة الإنسان هذا البروتين مسؤول عن إطالة عمر الخلايا إن الصوم أيها الأحبة كما يقول هذا البروفيسور هو عملية صيانة للكبد والتنظيف للأمعاء ويقول بالحرف الواحد استمعوا أيها الأحبة الآن نحن نعلم أن الصيام يحفز الدماغ لإنتاج المزيد من الكيتونات وهي أجسام تمد الدماغ بالطاقة تمد الخلايا العصبية بالطاقة اللازمة لنمو الدماغ وزيادة أجسام صنع الطاقة داخل الخلايا ويختم البروفيسور بحثه بقوله إن الصيام يحسن قدرة الخلايا على إصلاح مشاكل الشريط الوراثي DNA وتجديد الخلايا المناعية والتخلص من الخلايا المناعية القديمة والمتضررة أيها الأحبة هذه النصائح لخصها لنا النبي الكريم قبل 1400 سنة في الحديث القدسي يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به رواه البخاري ومسلم حديث آخر من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا البخاري ومسلم وفي صاحب الحبان الصوم جنة أي وقاية وقاية في الآخرة من النار ووقاية في الدنيا من شر هذه الأمراض وأخيرا تأملوا معي هذه البشرة من حبيبكم عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده أيها الأحبة دققوا رجاء كل واحد مننا سيقف هذا الموقف شاء أم أبا إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده تخيل نفسك واقفا أمام الله لحظة الحساب يقول عليه الصلاة والسلام ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله يؤخذ من أعمالك لترد على من ظلمتهم من أكلت مالهم من أسأت إليهم حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله ما بقي عليك أيها الإنسان من المظالم فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة هذا الحديث في السلسلة الصحيحة أيها الأحبة هل هناك أجمل من هذا الكلام أن يكون الصوم وحده فقط كافيا لدخولك الجنة والله أيها الأحبة عندما نسمع مثل هذا الحديث الرائع لا نملك إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم